أعلنت وزارة الشباب والرياضة سفر لاعبين من المسجلين بصفوف منتخب الشباب إلى تونس لاستكمال قوام الفريق بما يمكنه من استكمال خوض المنافسات وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب إنه تمت الموافقة على تأجيل تسيير الطائرة الخاصة التي كان مقررا تسييرها اليوم لإعالة البعثة مع إبقائها مستعدة للسفر في أي وقت وذلك لإعطاء الفرصة أمام اتحاد الكرة وجهاز منتخب الشباب لاستكمال المشاركة في البطولة كانت أزمة كبيرة قد واجهت بعثات منتخب الشباب بعد الكشف عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء البعثة قبل اللقاء المرتقب للمنتخب مع المنتخب الليبي لمن بطولة الشمال الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا المقرر عقدها العام المقبل واعتبر الاتحاد الإفريقي منتخب الشباب منتخب مصر للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة أقل من العدد المطلوب لإقامة المواجهة نرحب عبر الأقمار الصناعية بأستاذ صفوة عبد الحليم الناقد الرياضي يعني يمكن القرار كانت تاخد من وزارة الشباب بخلاص أنه الشباب هيرجعوا مصر مش هتريد تكمل البطولة بالتالي تفقد فرصها أنها تنافس على البطولة وبالتالي التآهل لاحقا لكسر عالم للشباب لكن الحملة اللي عملها اللاعبين وكلامهم طول الوقت وأنهم مصممين عليها بالبطولة ربما هو الأكبر وزارة الشباب أنها تاخد هذا الإجراء وده لي خلينا نسأل طب إذا كان في حل من الأول كان ليه أصلا التضحية وقرار عودة البعث بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بس خلينا يعني نتفق كلنا أن اللي حصل لمنتخب الشباب يعني شيء محزن ومؤسف بكل تأكيد يعني طبعا البطولة ممكن ما يكونش ناس كتير أصلا متابعاها أو عارفة المنتخب بيلعب فيه بالضبط طبعا هي هذه بطولة شمال إفريقيا بيشارك فيها مصر وليبيا والمغرب والجزائر وتونس وبيصعد منها فرقين يعني بيلعبوا بنظام دوري وبيصعد منهم فرقين الأول والتاني بيصعدوا ليه كاس أمم أفريقيا اللي هتتلاعب في المرة الثانية إن شاء الله السنة اللي جاية ودي بتأهل كاس عالم نيجي بعد كده طبعا البطولة البطولة دي من الجدول معادها ومعروف هتتلاعب من الفترة الفلانية موعدها ومبارياتها جاء بعد كده المنتخب بالمفروض أنه يسافر قبل البطولة بيومين ثلاثة ربيع يسين مدرب المنتخب طلب أنه يسافر بدري قبلها بخمس أو ستة أيام بدعو أنه عاوز يستعد للبطولة بشكل كويس ويكون في تركيز عند اللاعبين وطبعا سافر ربيع يسين بالمنتخب وكانت المفاجأة أنه ما كانش فيه أي اهتمام بالمنتخب بدون رئيس بيعسة ما كانش فيه متابعة معاهم يعني هو الموضوع أصلا كله من البداية يعني ماشي فيه تخبط إداري سواء من المسؤولين في التحدي الكورة أو الجهاز الإداري حتى في المنتخب الأولومبي لأن أنت رايح بلد رايح فيها المهمة وطنية المفروض يكون فيه يعني اهتمام ورعاية أكتر من كده يكون فيه اتباع إجراءات احترازية في ظروف غير طبيعية وغير تقليدية في الفترة الأخيرة فإزاي حصلت الإصابات وانت المفروض رايح بطولة قاعد فيه من فندق للملعب ومن ملعب للفندق فطبعا ده كانت الموضوع كله عليه على ما تستفهام بعد كده لما حصلت الأزمة وجات قبل مباراة ليبيا بوجود 18 حالة إصابة كورونا بينهم المدرب ربيع يسين هنا بقى يعني الناس في اتحاد الكورة بدأوا يصحوا من النوم يعني اللي هما كانوا فيه منهم طبعا محدش يضرب أي شيء بدأوا يصحوا من النوم اللي هما كانوا فيه ويحاولوا يشوفوا حل مع الكاف بس طبعا كل المحاولات طبعا فشلت وبعد كده استمرارا حالة التخبط ما بقوش عارفين طب هنعد نكمل البطولة طب هنرجع مصر فبعد كده اتخذ قرار ان هما يرجعوا مصر ورجع بعد كده تاني تراجعوا في موقفهم وهنا يعني طبعا يعني من الأمور اللي يعني نتكلم فيها طبعا الوزارة الشاب ورياضة بزل الجهد كبير في الموضوع بالإضافة لأن الكابتن ربيع يسين رغم الإصابة بتاعته ورغم الحالة العامة للمنتخب أصر ان الفريق يستمر ويكون موجود واللاعبين ذات نفسهم يعني شوفنا بعض اللاعبين كتبوا على حسابتهم في مواقع تواصل الاجتماعي ان هم عندهم عزيمة وإصرار ان هم يكملوا المشوار في البطولة وان هم ان شاء الله يتأهلهم والفرصة لسه موجودة معهم فده كان من عوامل اللي سهمت ان الفريق يستمر وطبعا سافر لهم بعد كده طبيب يعني مع المنتخب ولاعبين كمان زيادة لتدعم الصفوف طبعا لأنه ما كانش فيه لاعبين جاهزين للمنتخب غير 14 لاعب والليحة طبعا بتقول ان من الصعب ان انت تدخل المباراة بوجود أقل من 15 لاعب فطبعا تم استكمال القيمة ب2 لاعبين اصبح 16 وان شاء الله على امل ان الايام اللي جاية يتتغير عينات بعض اللاعبة وان شاء الله ربنا يشفيهم كلهم والامور تتحسن معها لوقت ان شاء الله فيه مباراة يوم الجمعة مع تونس بعد كده تليها مباراة مع الجزائر ثم بعد كده المغرب وان شاء الله يكون فيه تعويض للخسارة اللي هي اللي تم اعتبرها بالانسحاب أمام ليبيا طيب صفوات ايه سبب هذه الاساوات الكثيرة اللي بتحدث بين لعب الكرة يعني طبيعي فيروس كورونا منتشر وموجود في العالم وفيه لعباءات صابت لكن دايما في مصر كده الاساوات بتكون جماعية السبعتاشر اللاعب في منتخب الشباب تيجي في مباراة القمة تلاقي ستة في معسكر آله وزمالك معسكر منتخب نصه يتصاب فالحقيقة واضح انه فيه مشكلة وخلل وعدم ادراك من اللاعبة كمان بالفيروس واختورته رغم تكرار الاسابات هل ما فيش وعي هل ما فيش تجديد داخل المعسكرات ايه السبب في اللي بيحصل هو طبعا في البداية انت لو سألت اي واحد جاله اصابة كورونا يقولك انا ما عرفش جات لي امتى وازاي هو طبعا دي بتبقى تيجي قدر وقدر لكن بلا شك انه بيكون فيه تقصير من الناس دي مثلا زي ما قلت لك في البداية ان ده منتخب شباب مسافر من مصر اللي تون سريح مهمة قومية المفروض يعني هو مهمته من الملعب للأوتيل ومن الأوتيل للملعب ما فيش غير كده فبالتالي ما فيش له اي تفسير تاني للي حصل مع منتخب الشباب اللي انه هو استهتار ده يعني هو قولا واحدا زي ما بيقوله يعني ده استهتار وعدم وعي وتراخي من الجهاز الاداري للمنتخب انه هو ما كانش فيه حالة سيطرة على اللاعبين الله اعلم بقى هم هل هم خرجوا براء الأوتيل عملوا جوالات خارجية طبعا بس الامانة ما عنديش معلومة يعني كافية بس هو المفترض منطقيا ان انت موجود داخل مكان اقامتك بتروح ملعبك بتيجي للتدريب ما فيش اكتر من كده خاصة ان انت للوقت رايح بدري بهدف يكون فيه تركيز انما بعد كده تكتشف ان انت عندك الاصابات دي فالله اعلم هل بقى الاصابات دي جيت لك في تونس او هم جعت عندهم ان هم هم في القاهرة لكن بكل الكلام ان هم مسافرين من القاهرة كانت كل الفحصات السربية ما كانش عندهم اي مشاكل يعني طب يعني هو الامل الوحيد كده عند المنتخب انه يكسب المباراتين المقبلاتين لانه هو خلاص المبارات الاولى احتوسبت يعني انه منهزم انسحابا بالتالي ما فيش بديل غير انه المنتخب يفوز في المرشين الجايين وهيكونوا مرشين يعني ربما كان اسهلهم مبارات ليبيا المرشين الجايين هيكونوا صعبين هل تتوقع بحكم يعني مشاهدة للمنتخب والعناصر الموجودة فيه انه في قدرة على انه هم يحققوا الفوز في المباراة المقبلة اللي هي المباراة الاولى لانك بتلعب تونس على ملعبها ومباراة لا بديل فيها عن الفوز تتوقعي هو المنتخب بيضم عناصر كويسة وكابتن الربيع ياسين طبعا مدرب مشهود ليه بالفئات السنية اللي هو بيتدربها دي بيقدر انه هو يعمل بيطلع عناصر مميزة ويختار يعني لعبة مميزة في الاعمار دي فزي ما انت قلت كده بالزبط هي مباراة ليبيا ورقيا كانت اسهل المباراة من المباراة الاربعة لانه زي ما قلت لك احنا ليبيا بعد كده بالترتيب تونس ثم وراها الجزائر ثم وراها المغرب باقي عندنا ثلاث مباراات لا جديد عن الفوز فيهم عشان على الاقل لو ما ضمنتش المركز الاول تكون ضامن المركز التاني عشان تحجز مكانك ان شاء الله في كاس افريقيا في موريتانيا ومن بعدها ان شاء الله تشارك في كاس افريقيا ويكون لك فرصة ان انت تشارك في كاس عالم خاصة ان منتخب مصر للشباب على مدار التاريخ له صوالات وجوالات في كاس افريقيا فاز بيها اربع مرات وعندنا يعني ذكريات كويسة فيها في البطولة فنتمنى ان شاء الله ان الامور تستمر والمنتخب يعود يعني لوضعه الطبيعي وان شاء الله نتمنى لهم الشفاء يعني العاجل وتكون الامور ماشية بشكل كويس شكرا جزيلا صفوات عبد الحليم الناقضة الرياضي